وصلت طائرتان مصريتان إلى مطار شرق القاهرة تقلان المصريين العائدين من السودان وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وخلال لقاء أجراه التلفزيون المصري أعرب المواطنون المصريون العائدون من السودان عن سعادتهم وشكرهم للرئيس السيسي للجهود المتواصلة وعودتهم بسلام إلى أرض الوطن وأشهد المواطنون بالدور الكبير للسفرة المصرية بالخرطوم في عملية إعادتهم لأرض الوطن الحمد لله السلام الله يسلم الله يسلم الله يسلم حضرتكم كل ما يمسحكم كويسا الحمد لله الحمد لله بخير الحمد لله ما هي الأخبار؟ كيف تفاصيل العودة؟ كيف تعملت؟ الحمد لله العودة كان تابعنا مع الكنسرية وخلصت خلال 24 ساعة الحمد لله على طول كان أخذ أسمين مبارح المغرب و الساعة عشر الصبح كنا موجودين في المطار لنحن نخلص الإجرات بتاعت السفر والطيارة وحضرت المطار الساعة واحدة ركبنا على طول والحمد لله يعني هدينا وصلنا بالسلام الحمد لله على السلام ما كانش فيه أي مشاكل؟ لا ما كانش فيه مشاكل الإجلاء تم بسهولة خالص وإدناك التمام أنتوا برضو في برسودان مع زميلكم محمد في نفس السكن نفس السكن كنتوا بتطلع؟ السكن جميع أصلا السكن جميعي؟ سكن جميعي بتتتواصلوا مع بعض باستمرار أنتوا كطالبة مصرين في الخارج؟ احنا معظمنا في السودان كلنا على جروبات واحدة فكلنا عارفين معظم المعلومات عن بعضنا تمام بلغوكم أنتوا هتيجوا مصر؟ هو اللي كان فيه كلام إن فيه إجليع على كزا مرحلة بس ما كانش يتحدد له معاقتي فهو من السفر ساعة الكنس الإمبارع بعت لنا على الجروب إن فيه إخلاق يوم الاثنين النهاردة فأخلاق 24 ساعة تم الإخلاق وتمام الدنيا كل زمالك وصلوا بالسلام الحمد لله لسه فيه اللي هي الدفعات اللي جاي من الخرطوم لسه بس دوت كان تواصلنا مع الكنسل برده أنا كنت متواصل مع الكنسل السامح قال هيبى فيه طيران تاني إجلاء يعني فيه مراحل إجلاء أخرى يعني الأوضاع كانت صعبة جداً يعني الحمد لله إحنا كلنا من نتعرض لصعوبات كثيرة لكن بتوجهات فخامة الرئيس فتاح السيسي وبيوجود خلية من العمل الكبير من جهاز المخابرات العامة والأمان العامة ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة الراي تم تكوين إدارة أزمات مجموعة من إدارة الأزمات لبحث المشكلة وحلها وبالفعل وصلوا لنا الحمد لله كان فيه متابعة دايما وتنصيق دائم مع القنصل هناك ومع السفير هناك والحمد لله وصلوا إلينا إحنا كنا في منطقة صعبة جداً كنا تحت الضرب كنا ما بين خط النار ما بين الجهتين اللي بينهم بعض حرب ضورية يعني والحمد لله وصلوا إلينا وعرفوا يوصلوننا وتم التنصيق وتم نقلنا لمكان آمن ومن ثم تم نقلنا إلى مطار دنقلة ثم وصلنا إلى أرض الوطن الحمد لله وصلنا درجونا اتصلنا بقنصل السفارة الحقيقة اتصل بوزارة الخارجية قال تروحوا مطار دنقلة الحربي هتلاقوا فيه طيارة موجودة وتجوا فيها وفعلا نفس بالتمام الطيارة جاءت الساعة ثلاثة واستنينا باس تاني جينا مع بعض والحمد لله وأنا أحيي طبعاً الجيش المصري خير جنود الأرض ربنا يبارك فيهم يا رب بقيادة الزعيم الخائد سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحيا مصر صراحاً الناس مكنوش منخصرين معنا في أي حاجة لجينا التسهيلات مش عارف يعني الواحد عبر بأي كلمة اللي نحن بقول تحيا مصر ونتمنى نحن دايماً نكون في تقدم الزهار تحت رعاية فخامة السيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحمد لله على السلام الأول الله يكرمك يا رب أخبرك يا صحتك عامل إيه؟ كله تمام؟ لو أنت بخير الحمد لله كل سلام أنت طيب السلام يا رب أنت ساكن فيهم بالضبط هناك في السودان؟ أنا كنت ساكن في بور سودان حي المطار بجورة الكنسولي الوضع هناك هادي؟ أيوة الحمد لله كان مستقرم فيش أي نوع من أنعالي الشتباكات؟ والله بعد الشتباكات اللي هو أول يوم وثاني يوم يعني لو داع الجيش سيطر هناك كله ضحكة مستقرة لحد يما أنتو كام واحد موجودين بتدرسوا مع بعض؟ والله إحنا كنا حالياً متواجدين 12 شخص بجانب أن بجت الطلبة موجودة حالياً في مصر بجتل عيد ورمضان وكده يعني فيه طلبة بالفعل كانوا موجودين في مصر من قبل الاشتباكات؟ أه يعني الغلبية العزمة كانت في مصر وأنتو 12 شخص كنت تحصل مع بعض بشكل مستمر؟ أه دايماً أه كنتوا بتنزلوا طيب بتقدروا تنزلوا؟ أكونا بننزل بجيب طلبةنا بنرجح دايماً أعطوه يعني ما فيش قوات بره طيب مين اللي بلغك وننتو هترجعوا مصر؟ اللي بلغنا سامح به كان عمل لالكونسور العاء بلغنا كان عملنا جروب للتواصل والشكاوي الحياة ديات لما حصل فيه أه لما حصل الإجلاء وجل القرار الوزاري تواصل معنا وبعد ما تواصل معنا أعطينا التعليمات وخد الأسامة والأرقام صبحنا تنمية متواصل معنا ووجهنا إلى مطار سجلنا من برح يسمينا في القنصلية اتصلوا بينا بالليل في نفس اليوم الحمد لله قالوا لنا 11 الصبح يحضروا المطار الحمد لله الحمد لله جينا بالسلام نحن أصلا في بورسودان مش في الخرطوم وبورسودان قامنا الحمد لله يعني الوضع فيها كويس جزي الخرطوم السفارة اتصلنا عليهم قالوا تعالوا سجلوا أساميكم سجلنا أسامينا ما فيش 8 ساعات طوال حضرتك يعني جات الطيار يعني الساعة 8 ساعة 8 جالوا الساعة 11 الصباحة أن تكونوا في مطار بورسودان لا طبعا الأوضاع صعبة جدا ما فيش كهرباء ما فيش ميا ما فيش أكل ما فيش شرب كل المحلات مقفولة السوبر ماركتس مقفولة دونكات صعبة جدا نعيش صعبة قوي الضرب في كل حتة والكاتل الظروف صعبة جدا في المعيشة طيب بعد كده أكيد الكنسولية المصرية أكيد أنت تواصلت معاهم إحنا تواصلنا إحنا تواصلنا أردي مع الكنسولية المصرية في الخرطوم والسفارة وساد السفير والكنسول بصراحة كانوا على تم استعداد على تقديم أي مساعدات يعني والحمد لله أول ما جاءت فرصة الإجلاء الحمد لله توفقنا أننا جئنا